بين قوات الجيش اليمني وميليشيا الحوثي في قاعة عدة تزامن مع قصف مدفعي عنيف وقالت مصادر عسكرية بأن مواقع الميليشيا الحوثية في مدينة الحديدة تعرضت لقصف مدفعي مكثف خلال الليلة الماضية وأشارت المصادر إلى أن المهاجهات تركزت على أطراف قرية منظر وقرى كيلو ستة عشر وفي محيط الجامعة والدوار والمنصة وكيلو عشر